توجي الأهلي بالميدالية البرونزية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على أوراوراد ديمونز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله في الفيصل الرياضية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من المسابقة المقامة في المملكة العربية السعودية أهداف الأهلي حمل التوقيع كل من ياسر إبراهيم وبرسي تاو وعلي معلول ويوشيو كويزومي لعب أوراوة بالخطأ في مرمى فريقه بينما جاء هدفي الفريق الياباني عن طريق خوسي كانتي وأليكساندر سكولز